اختتم النادي العلمي مسابقة العلوم والهندسة الخامسة بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون شباب بالوكالة خالد الرودان معلنا تحويلها الى برنامج علمي متكامل وهو البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الرودان اكد ان الاهتمام بالشباب ضرورة لافتا الى تنوع التعليم يحصد علماء ما شفنا بالحفل هو تعاون جهات مختلفة وهذا هو الاهم ل1248 شخص مستفيد من هذه المسابقة وهو تهجيع للعلم والهندسة وغيرها من العلم كل التوفيق والشكر للاخوان المنظمين والدكاتر الأفاضل يجب هناك تنوع بالاهتمامات المختلفة سواء الرياضية والعلمية والغير اعتقد انا وجد نظري ان هناك كان بالسابق فيه تقصير نوعا ما بتشجيع المسابقات العلمية لذلك سوف يكون هناك اتمام شكل اكبر بالفترة القادمة يتعامل الناد العلمي بجدية وبروح المسئولية تجاه مستقبل شبابنا وتطلعاتنا فما ترونه اليوم مبهر شخصيا ارى ما ورائه عمل اعجز عن شرحه او وصفه باختصار هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج لتأهيل مشرفي وزارة التربية على البحث العلمي لتوعية وتمكين الشباب ومن ثم برنامج تأهيل الطلبة وخلال دورات متواصلة طوال فترة البرنامج لاتقال اسس البحث العلمي